من الحكم في الإخفاء إخفاء الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته ولطفه بعباده الله جل وعلا جعل للداعي ثلاثة خلال إما أن يستجيب الله له وإما أن يدفع عنه من المكروه مثلها وإما أن يدخره الله يوم القيامة حسناته فأنت عندما تدعو الله أي دعوة دعوة دعوتين مئة دعوة ألف دعوة كل دعوة من هذه الدعوات لها ثلاث أمور عند الله إما أن يستجيب الله لها فإن علم الله مصلحة العبد في ذلك واقتضى بحكمته سبحانه وتعالى أن يكون الإجابة فيجيب الله وإلا فإن هناك سوءا أراد الله أن يدفعه بدعوة هذا الدعي فلم يستجب له فكفاه شر السوء وإما أن يعلم الله سبحانه وتعالى قلة حسناته وقلة أعماله الصالحة فجعل هذه الإجابة موفورة مدخورة له يوم القيامة إذن والله الأمر عجيب وعظيم كل دعوة لثلاث أمور نعم قال الصحابة إذا نكثر لما علم ذلك قال إذا نكثر قال الله أكثر جاء في بعض الروايات قال الله أكبر والروايات المستهرة الله أكثر لا إله إلا الله فإذن أكثر من الدعاء فإن لم يستجيب الله لك أو لم يتقبل يا أخواني والله في بعض الأمور الإنسان يدعو الله جل وعلا ويتحقق في الدعوة صفات الاستجابة ومع ذلك لا يستجيب الله ما تدري تقول خيرا الأمر فيما اختاره الله جل وعلا والله اختار لي الأفضل فإذن أخفى الله سبحانه وتعالى قبول الدعوة وجعلها ما تدري أنا مريض أدعو الله أن يشفيني متى يشفيني الله ما أدري أنا فقير متى يغنيني الله الله أعلم أنا أعزب متى يزوجيني الله الله أعلم أنا غير موظف متى أحصل على الوظيف الله أعلم أنا أدعو الله الله أعلم الله أعلم الله يدبر الأمر ها سبحان الله فيما تقرأ يدبر الأمر إذا قرأت هذا يدبر الأمر اعلم أن تدبير الله خير لك من تدبيرك في ذلك لما تدعو والإجابة مبهمة أو بعيدة أو غير ذلك فأعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك أمرا يسعدك في دينك ودنياك في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى فادعو الله واجتهد وأكثر من الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يعطي لك الخير ترجمة نانسي قنقر